من هو الرجل الصعيدي الذي رفض أن يكون ملك مصر؟ يا خابر بيض صعيدي رفض يبقى ملك مصر أي والله العظيم رجل صعيدي حر رفض أن يكون ملك مصر تخيل في العصر الحديث اللي احنا فيه دواتي ده مش عم ما احكيه لك جديم زمان لا بالعكس هذي اليوم الدمات رفض الرجل ده يكون ملك مصر شوف الحكاية ده هذه قصة تبين لك عظمة الصعيدي نخوة الصعيدي كرم الصعيدي زكاوة الصعيدي اسمع يا ودعم القصة دي وشيرها فورا لحكاية تبدأ منين يقول لك كان الملك فؤاد ماشي مع واحد ماشي مع واحد صعيدي فأغلز له القول فالرجل الصعيدي ده رد عليه قال له يا جلالة الملك أنا ابنه من آتاه الملك فرفض دي رواية والرواية التانية أن هذا الرجل الصعيدي كان دايما في المجالس يتفاخر أن أبوه رفض يكون ملك مصر طب كيف الحكاية دي جات إزاي وإمتى ورفض ليه كيف واحد صعيدي يبا ملك مصر أيوا يا سيدي صلى على الحبيب الحكاية دي بتبدأ منين تبدأ من رجل اسمه عبد العال مين عبد العال ده ده عبد العال من قبيلة بني سليم جاء من الحجاز جه لمصر رح سكن فين سكن في سيوت على ودي النيل في حتة كده رحهم سمينها ساحل سليم نسبة إلى قبيلة بني سليم الرجل عبد العال ده رح ربنا كرمه بأربعة جاب أربعة جم من وراء منه جاب همام وتمام سليمان وأبو زيت ابنه همام بيجي حكم دار مصر تمام اشتغل في الزراعة أبو زيت بيجي حكم جنوب الصعيد سليمان بجا سليمان أول واحد أخذ البكوية بيجي سليمان بيك وسليمان جاب محمود باشا ومحمود باشا جاب محمد محمود باشا مفيش حد في مصر كلها من اسكندرية الأسوان ما يعرفش محمد محمود باشا ده شارع طول أكبر شارع في التحرير شارع محمد محمود حدش ما يعرفوش ده أيهو ده إلا أنا الحكاية دي بتاعة شارع محمد محمود محمد محمود باشا جي يا سيدي إزاي باجا رفض الملك باجا بعد الإنجليز ما دخلوا مصر بعد ما وقعت التالي الكبير بتاعة أحمد عرابي والقصة دي ياتي ودخلوا مصر وبعدين ايه جي الخديو عباس حلم التاني وانتعرفين الخديو عباس حلم التاني كان بيطالب باستقلال مصر فرحوا الإنجليز ايه نفوه جالوا يطلع برا لما نفوه الإنجليز راحوا ليه سليمان بيك جالوا له تعالى تكون ملك مصر رفض أن يكون ملكا لمصر ليه جاب لي ما يجيه وحشين كامل رفض يكون ملك مصر ليه لأنه هو هيطالب باستقلال مصر يعني هو بجزاية الشخشيخة في إيد الإنجليز الإنجليز هيضحكوا عليه إذا ما نفذش قرارات الإنجليز هم الإنجليز هيشلوه فجال لك لا يا واد الإنجليز ما يضحكوش علينا ويفوتوه علي فجال لهم لا كمان هذا غير يعني ليس دستوري دستوري إن فيه ملك بييجي ايه من وراه ملك فراحو جايبين مين جابوا حشين كامل بجه من الناس لديه مين جه محمد محمود باشا محمد محمود باشا ده ده كان بيجتمح في بيته بيت محمد محمود باشا شوف مين كان بيجتمح في بيته محمد محمود باشا، سعد زغلول، أحمد لطفي السيد، علي شعراوي، اللي أربع الكبار جوي اللي كانوا بيخطط الصورة 19 وجبضوا عليهم الإنجليز وحبسوهم وبعدين طلعوا وجامت الصورة وراحوا طلعين فين جامت الصورة 19 وراحوا صفروا على بريطانيا علشان يطلبوا بين باستقلال مصر ونتج عن ذلك طبعا تصريح رئيسة 1922 استقلت مصر ده مين؟ ده محمد محمود اللي أبوه رفض أن يكون ملكا لمصر محمد محمود باشا ده ألف كتاب اسمه الكتاب الأبيض يلخص فيه قصة مصر القانونية وجلنا صفر مع سعد زغلول برة وبيجي سنة 1926 وزيرا للمواصلات بيجي سنة 1928 رئيسا للوزراء رئيس وزراء مصر لح 1937 برضو بيجي رئيس وزراء مصر الرجل ده عمل عمايل كبيرة جوي شارك في معاهدة 1936 في صياغة معاهدة 1936 الناس بتوع التاريخ هو اللي ساعد في انضمام مصري لعصبة الأمم سنة 1941 يقول لك محمد محمود ده كان شخصية أسطورية الزكاء الرجل جار بره في الصربون وفي القرف يعني قرأ في ربا كان تكلم لغاته كان حاجة عظمة فالراجل كان شخصية زكية سياسي بارع داهية سياسية كان رجل دماغه مكلفة كان رجل صعيدي صح صعيدي حر يعني ده محمد محمود باشا والعيلة دي اللي هي عيلة سليم دياتي أو عيلة من بني السليم عيلة محمد محمود العيلة دياتي يعني مش فضلت لحد صور 52 وخلاص انقطعت لا بالعكس بعد صور 52 كان منهم وزراء برلمانيين ساهموا عيلة محمد محمود باشا دي ساهمت في إنشاء التلفزيون المصري عيلة محمد محمود باشا دياتي عدت دراسة لمدة أربع سنين عشان مكتبت الإسكندرية عشان إنشاء مكتبت الإسكندرية يعني عملوا حاجات عظيمة جدا العيلة دياتي أصرت في تاريخ مصر دي العيلة العظيمة جدا اللي عندها شارع في مصر باسمها عيلة محمد محمود باشا اللي هو قال لك أنا بنو من آتاه الملك فرفض رفض حكم مصر رفض أن يكون ملكا على مصر فدي هذه القصة العجيبة الغريبة لو كنت تعرفها يا سيد الله يكتر خيرك ابعث لنا صورة ابعث لنا فكرة ابعث لنا كلمة ابعث لنا أي حاجة لو في غلط فدي العيلة اللي هي لعب الضر يعني كبير جدا ودور مؤثر جدا في تاريخ مصر إيه لا تقدر تبعث لنا صورة شارع محمد محمود البلكة بتاعة شارع محمد محمود أي إضافة لهذه القصة لهذا الرجل الذي قال في وجه الملك فؤاد أنا بنو من آتاه الملك فرفض أنا عايزك تصلي على الحبيب وتشير لي وتكتب لي اسم عيلتك في التعليقات مرفوقة على واتساب مثلا بأي حاجات تاريخية عشان نعرف نتكلم مثلا واحد يقول لك النبي كلمنا على عيلة ولاد حمزة طب ده عيلة ولاد حمزة فيجي خمس تلاف عيلة ولاد حمزة كلمنا على عيلة ولاد مصطفى طب ده فيه خمسمائة عيلة ولاد مصطفى عيلة عيلة أثرت في تاريخ البلد يا ولاد صلى على الحبيب وكتبنا اسم عيلتك في التعليقات وشير فورا وإيه أنا بنو من آتاه الملك فرفض هم دول الصعايدة يا رجالة وشكرا وشكرا وشكرا